السلام عليكم في الدرس السابق قمت بمشاركة طريقة الخاصة في إنشاء الكتب ذات المحتوى إبوك ثم شاركت معكم بعض المواقع التي اعتمد عليها في تحميل هذه النوعية من الكتب ثم قمنا بالتعديل على هذا المحتوى الخاص بهذا الكتب حتى نتجنب حقوق الملكية وكذلك حتى لا نواجه أي مشكل مع أمازون وأخيرا قمنا بإنشاء وتصميم الغلاف الخاص بهذه النوعية من الكتب كل هذا قمنا بمشاركته معكم في الدرس السابق لمن فاتته فرصة مشاهدة هذا الفيديو فسأضع لكم رابط هذا الفيديو في وصف هذا الفيديو كذلك ثم المهم الآن وكتتم للفيديو السابق في هذا الفيديو سأريكم طريقة رفع هذه النوعية من الكتب إيبوك على منصة أمازون كيديبي وأي تساؤل أو مشكلة واجهتمه إخواني فما عليكم سوى وضعوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو وسأجيبكم عليه ولا تنسى أخي وضع إعجاب على هذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليس لك جديدنا أول بأول إذن على بركة الله إذن إخواني عند الدخول إلى حسابنا في أمازون كيديبي نقوم بالذهاب إلى الخانة الأولى كيندل إيبوك ثم نقوم بملء هذه البيانات المشابهة لكتب العديمة المحتوى التي نقوم بإنشائها سابقا إذن هنا العنوان الرئيسي فمثلا هذا هو العنوان الخاص به الذي قمته بإنشائه في الفيديو السابق ثم أخذ العنوان التناوي فتقوم بالذهاب إلى أمازون ثم بعدها تقوم باختيار الكتاب الأول الثاني الثالث حسب الكتب التي تباع كثيرا ثم تقوم بأخذ بعض الكلمات أو الجمل التي ستساعدك في إعطاء وصف جيد لكتابك فدائما هذا العنوان التناوي يكون مهم حتى لا أطيل سأقوم مثلا بأخذ هذا العنوان الفرعي لكن نصيحتي إخواني لا تقوموا بنسخ العنوان بالكامل دائما حاولوا أن تأخذوا كلمة من هذا العنوان وكلمة من هذا العنوان حتى لا يأتيكم عليه أي مخالفة في حسابكم ثم بعدها أقوم برفعه هنا كعنوان تانوي بعدها أقوم بالنزول هنا أقوم برفع الإسم الخاص به ودائما نصيحتي كذلك فعندما تحاولون أن تقوموا برفع أي كتاب خاص بنيتش معين حاولوا أن تقوموا بتحديد اسم واحد موحد لهذا النيتش فمثلا سأختار مثلا أنا اسم أجنبي فمثلا أنا اخترت هذا الاسم كريس ديزي فهذا اسم خاص المهم أن لا يكون مطابق لأحد المؤلفين الكبار ثم أقوم بالنزول هنا وأأتي بوصف مناسب دائما إخواني حاولوا أن يكون الوصف دقيق كلمات ليس فيها أخطاء ثم موجز فكلما كان الديسكريبسيو موجز ويقوم بوصف الكتاب بطريقة جميلة فهو مقبول عند المشتري إذن كيف سأقوم بالتحصل على هذا الوصف فالطريقة التي أتبعها أقوم بأخذ الكتب التي تباع كثيرا كما قمت بفعلها في العنوان التانوي ثم أدخل لها وأذهب إلى الوصف هكذا مثلا أقوم بفتح جميع الكتب المشابهة لكتابي وأقوم بنسخ كل وصف على حداء وأقوم بأخذ الكلمات بدقة فمثلا أأخذ كلمة أو جملة من هذا الوصف ثم أضعها هنا ثم أقوم بنسخ كذلك كلمة أخرى أنا أحاول أن أكون سريع حتى أريكم الطريقة إذن إخواني هذا هو الشكل الذي يجب أن يدار عليه الوصف لكن إخواني أنا هذا الوصف قمت بإنشائه بطريقة عشوائية أنتم يجب عليكم أن تأخذوا كل كلمة وتقوموا بشرحها حتى يكون الوصف متناسق فيما بينه ودائما تأخذون الكلمات من الكتب التي تحقق مبيعات هذا هو الشرط الأساسي ثم الآن أقوم بالضغط على هذا الاختيار الأول بعدها هنا الكلمات المفتاحية العديد مننا يختلف حول هذه الكلمات المفتاحية هل هي طويلة هل هي قصيرة من أين أأتي بها فأنا سألخص لكم الأمر الآن فبالنسبة لهذه الكلمات الرئيسية الطريقة الأولى التي أفضلها هي أن تذهب هنا أخي ثم تقوم بأخذ هذه العنوين الرئيسية الخاصة بهذه الكتب ثم تقوم بالبحث بكل كلمة على الحدة المهم أن تكون في نفس السياق الخاص بكتابك بعدها تقوم بالبحث هنا وتشاهد هذه النتائج يجب أن تكون هذه النتائج عليها منفسة قليلة ثم الصفحة الأولى بها مبيعات كبيرة وهذا قمت بشرحه سابقا حتى لا أطيل الفيديو هذه الطريقة الأولى ثم الطريقة الثانية يجب أن تتبع هذه الكلمات التي تقترحها علينا أمازون في هذا المكان الخاص بالبحث إذن سأقوم بوضع بعض الكلمات المفتاحية بعشوائية حتى لا يكون الفيديو طويل إذن الآن انتهيت من الكلمات المفتاحية أما بالنسبة للكاتيغوريز أقوم بالذهاب إلى بوك بولت ثم أقوم بنسخ العنوان الرئيسي وضعه في الموقع ثم أبحث هنا يظهر لي العديد من الأماكن الخاصة بهذا النوعية من الكتب إذن أختار الأولى أختار مثلا هذه الأولى ثم أختار الإختيار الثاني هكذا إذن انتهينا هنا هذه الخانة هنا خاصة بالكتب الموجهة للأطفال بالنسبة لنا هذا الكتب موجه للأمهات إذن لن أغير شيء في هذه الخانة ثم أقوم بالنزول هنا أتركها كما هي كذلك ثم Save and Continue إذن إخواني هنا هل هذا الكتاب الخاص به أريد أن يكون عليه حقوق ملكية يعني لا يمكن لأي شخص آخر أن يقوم بنشره ومشاركته فأنصحكم باختيار هذا الاختيار الثاني فنحن كبداية لنا فيجب علينا أن نقوم بنشر كتابنا وهذه طريقة جيدة حتى يكون لنا اسم في السوق وبعدها إن شاء الله عند الاحتراف يمكنكم اختيار هذا الاختيار الأول لكن الآن وكم مبتدئين اختاروا هذا الاختيار الثاني حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة هذا الكتاب الخاص بنا إذن نقوم بنزول هنا وهنا نقوم برفع الغلاف الخاص بنا والذي قمت بإنشائه في الفيديو السابق كما ذكرت سابقا يجب على الغلاف أن يكون بهذه الفرما جي بي جي وليس بي دي ايف كما كنا نحمل سابقا إذن انتبهوا لهذه النقطة إخواني إذن هذا هو الغلاف الخاص بنا ثم نقوم هنا برفع كذلك المحتوى الخاص بكتابنا ليس مشكل هنا أن يكون بي دي ايف إذن هنا قمنا برفع المحتوى وكذلك قمنا برفع الغلاف الخاص بنا ومن هنا نقوم بمعاينة المحتوى الخاص بنا كيف سيظهر إذن هكذا سيظهر في الطابليت ثم في الهاتف سيظهر هكذا كذلك وفي هذه الخاصية كيندل إير رايدر سيظهر للأشخاص المشتركين في المكتبة الخاصة بأمازون إذن هنا ليس لدينا أي مشكل في كتابنا نقوم الآن بالعودة ثم نتمم باقي مراحل تحميل الكتاب إذن الآن نتمم عملية رفع الكتاب تظهر لنا هذه الأيقونة هنا عند الضغط عليها كذا فأنت بهذا الاختيار تقوم بوضع كتابك في لبريري الخاصة بأمازون كي دي بي ولا يمكنك أخي أن تقوم برفع هذا الكتاب في أي منصة أخرى لأن هذه الحقوق تصبح لك والأمازون في نفس الوقت وسؤلكم الآن ماذا سأجني أنا بهذا الاختيار فأي شخص قام بقراءة صفحة من كتابك فأنت سوف تأخذ مقابلها بعض السنتات وبالتالي فهذا كذلك يعتبر ربح إضافي لك لكتابك فأنا دائما أقوم بتحديد هذا الاختيار ثم الآن نمر هنا وأختار هذا الاختيار الأول بمعنى أن كتابي أريده أن يباع في جميع أنحاء العالم ثم الآن هنا أختار الماركت بليس أو الدولة التي أريد أن أرفع بها كتابي أختار هنا السوق الأمريكي ثم أأتي هنا لهذا الاختيار وهنا أريدكم أن تنتبهوا معي إخواني فخطتي أنا التي أقوم بتحديدها هو أن الكتاب عندما أرفعه أول مرة ولم يحقق أي مبيعات أقوم باختيار هذا الاختيار الأول بمعنى أن هذا الكتاب أريده أن يكون بثمن بسيط حتى أشجع الأشخاص على شراء كتابي وأقوم بوضع هذا المبلغ مثلا 2.99 دولار وهنا الروياليتي الخاص بي هو 2.06 دولار يعني هذا هو الربح الخاص بي وهنا مقابل في جمع الأسواق الأخرى وبالتالي فهذا الربح يبدو لي مناسب لكن عندما أشاهد أن الكتاب يحقق مبيعات كبيرة أقوم بالتعديل على الكتاب واختيار 70% وأعيد ضبط هذا المبلغ حتى يصل مثلا 5 أو 6 دولارات ودائما إخواني حاولوا أن تقوموا بضبط تمن البيع في باقي الأسواق الأخرى لأنها توضع عشوائيا وآخر خطوة إخواني أقوم بنشر الكتاب وكما تلاحظون هنا يستغرق نشر الكتاب حوالي 72 ساعة لكن في الغالب لا يتعدى 24 ساعة حسب تجربتي الشخصية إذن كان هذا كل ما يتعلق بطريقة نشر كتاب إيبوك على منصة أمازون كيدي بي إن استفدتم من الفيديو فقوموا بالضغط على إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زيار لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول دمتم في رعاية الله